بهذا الموضوع وكذلك مثل اي ناس موظفة ليش تمطلتها برافدين اي ناس تمطلت من رافدين تعرفين ليش هذي طبعا هي متورطة بقضية المصاعر لكن هي اللي مكتشفة الخلل بالكيكام هالسوعد نحن بطل راح يضار سمعوا يا عراقيين راح يضار عندكم بطل جديد هو ابو سرقة القرن الجديدة اسمه بها عبدالحسين الكيكارت اللي المصرف كله صار جوه وبطه هذا الاسم خلوه عندكم وشوف شخص قناة حتمنعك من الظهور قناة حتمنعك من الظهور قناة الرابعة خلت منعني كانش يسوي لكم طيقم طيق اذا تمناعك من الظهور اما كو اكو هذا هذا البطل الجديد هذا اللي ينكوش عن رافدين هذا اللي ينكوش عن رافدين هاي ايه ناس طلعوه لذيه لازم نخلل بهذا الملف هذا راح يصير خلي اسمع محافظة البنك المركزي وخلي اسمع طيف سامي هذا الرجل راح يمتلك 15 تريليون دينار من كل اعتمالات الرافدين يعني مصير بها عبدالحسين يمتلك 15 لا الامتلاك هو ياخد على شكل ضمانات يطلع على غلام يغطس يطلع على نور زهير يغطس كل من ياخد مالاته يصير حباب ويطلع الدبي يغردنه ويطلع وراه هالي الحج والعالم هناك هاتل عجوع لازم بين فترة وفترة يطلع بطل مافيوي بها عبدالحسين مكان